مرحلة المراهقين مرحلة اللي هم بوقت 18 سنة كل حد يحصل على حاجته من الخدمات أو تسهيل الخدمات أو التنسيق مع جهات أخرى من قبل الجمعية نعم نحن متطوعين جميعا أعضاء مجلس الإدارة متطوعين جميعا لخدمة ومتلازمة دون ووضع الخطط كلها وهناك عندنا طبعا بعد ما غيروا استراتيجية بشكل عام شلنا اللجان ووضعنا بدلها الشعب وكانت تغيير الاستراتيجية بالتعاون مع شرطة دبي صراحة سهل علينا أمور كثيرة لأننا لما نتكلم عن التغيير الاستراتيجية تعرفت حصد الجوائز الجودة كلها شرطة كانت لها فتطوع المخصصين في مجال الجودة في قيلة العام شرطة دبي بتحديث خطر استراتيجية لدينا أعتبرنا أفضل مبارسات لما جمعيتنا في عام تروح للشرطة اللي ماكل الجوائز كلها في التمييز الحكومي ونقول تعالوا وعدلونا على خطة الاستراتيجية وخلل نشتغل معاكم على الجود ومنهجية العمل الجميل في ذلك سيد عبدالله نما يو سويننا يو روحوا وهم دربونا عليها وشرحونا كيف نقوم فيها حتى نقوم بعد ذلك بتطويره وتحديث تتصدق لجاها حكومية ما يسولكم تنافسونهم نحن تتكلم تسألتنا كيف مين نعمل نحن نعمل نعم نحن متطوعين نعمل ونكرسين وقتنا وجهدنا وطاقتنا وعلمنا وثقافتنا أصلا لهذا العمل لكن ما نقدر نتقدم إذا لم نخذينا تجارب الآخرين وين وصلوا وخصوصا شرطة دبي يعني واصلين يعني المتميزين في مجال الجودة والعمل فإحنا لنا فخر أنهم تعاونوا معانا وطبعا السنة اللي طافت بعد سونا الملتقى السنوي في شرطة دبي واللوى خميس لمزينة أيضا ألقى كلمة وحضر وخرج طالبات اللي هم خذوا برنامج المعلم المساعد معلم الظل وحين تم توظيفهم على فكرة أبو شهد يعني تعرف أن عملية مثل هذه لم يكن هناك كادر في وزارة التربية للمعلم المساعد حاليا وضعوا كادر لتوظيفهم تم تدريبهم وتم تخريجهم يعني الحمد لله وصلنا إلى يعني بحثنا في الاحتياجات الحقيقية وضعنا لها خطط توجهنا بالمؤسسات الأخرى اللي ممكن هي تساعدنا والمؤسسات الصحيحة تتكلم عن وزارة الشؤون ووزارة التربية هيئة تنمية المجتمع شرطة دبي ويعني كل الجهات اللي هي ممكن تخدم وزارة الأشغال في شرفها على المشروع المقر الآن هي المشرفة على الموقع وهي شهر المشروع بلدية دبي ساهمونا أيضا في وضع اللوحة التوعوية في موقع المقار وإن شاء الله جميع الدوار أيضا الباب مفتوح